جيش الإسرائيلي طوقا أمنيا على عدة قرى فلسطينية قرب مدينة نابلس ودفع بتعزيزات أمنية مشددة للمنطقة بهدف البحث عن منفذي الهجوم قرب مستوطنة خفاد جلعاد في الضفة الغربية والذي أدى إلى مقتل مستوطن إسرائيلي بعد إطلاق النار عليه في حين أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية التي اعتبرتها أول رد عملي على انتهاكات إسرائيل للقدس وفي المقابل أطلق مستوطنون هتفات انتقام خلال تشييع المستوطن هذا وهاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل السلطة الفلسطينية مدعيا أن السلطة تمول الإرهاب الرصاصة التي تطلق لا تسترد فكن بالحري 22 سيارة مجهول صاحبها اتخذت من الليل ستارا لطلقاته التي تمكنت من مركبة حاخام يهودي ومن جسده في موقع ليس ببعيد عن مدينة نابلس وبالقرب من البؤرة الاستيطانية حفات قلعاد سقط المستوطن قتيله ما كان مدعاة لإغلاق مداخل المدينة ومخارجها حيث عزز الجيش الإسرائيلي طوقه الأمنية وحذر المركبات الفلسطينية من العبور مشددا إجراءات التفتيش وكان قائد أركان الجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوت طلب بدفع مزيد قوات الجيش التي تقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن منفذ العملية لقد تلقينا رجلا يبلغ من العمر 32 وأثناء إجلائه بسيارة إسعاف فقد علاماته الحيوية فقد نبضه وتوقف عن التنفس في الطريق وعندما وصلنا إلى هنا ووصلنا الإنعاش المتطور وعلى الرغم من جهودنا إلا أن جروحه كانت سيئة وكان علينا أن نعلن وفاته وفي حين تستنفر القوى الأمنية الإسرائيلية بحثا عن المشتبه باركت حركة حماس العملية في بيان رسمي مشيرة إلى أن العملية تأتي نتيجة لانتهاكات الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس والمسجد الأقصى وفقا للبيان الذي لاقى ردا من جهات أمريكية حيث أشار سفير الولايات المتحدة ديفيد فريدمان في إسرائيل إلى أن سلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتمول عائلات الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات وريثما تثار الشكوك حول تبني جهات فلسطينية العملية نشرت صحيفة ودعود أحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية أن ماهر عبيد خلف لصالح العاروري منسق عمليات حركة حماس في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية واستنادا إلى المصدر ذاته قامت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بإحباط عمليات خططت لها حماس أطواق أمنية وسياسية تجبها عبارات تطالب فك الخناق عن الفلسطينيين وأخرى تطالب رقابهم